بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالأعياد الوطنية أقام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى مملكة إسبانيا والمقيم في لندن حفل استقبال ومأدبة غداء في العاصمة مدريد بهذه المناسبة وهذا وقد حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين الرسميين بوزارة الخارجية الإسبانية منهم سعادة السفير ألبيرتو بوسالاي مدير عام شؤون دول المغرب والشرق الأوساط بوزارة الخارجية ونائب المدير العام ومدير إدارة المراسم والدبلوماسيين المعنيين بملف مملكة البحرين في إسبانيا كما شارك في الحفل أصحاب المعالي والسعادة سفراء ودبلوماسية الدول العربية والخليجية الشقيقة المعتمدين ولفيف من أصدقاء مملكة البحرين لدى مملكة إسبانيا وبهذه المناسبة القامع للسفير كلمة خلال الحفل عرب فيها عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والهمية الكبيرة التي توليها مملكة البحرين لتعزيز التعاون القائم مع مملكة إسبانيا على كافة الأصعدة مشيرا بأن هذه العلاقة الوطيدة لا تقتصر على الصداقة فقط بل وتمتده للمبادئ المشتركة بين المملكتين المتمثلة في السلام والتعايش والحوار واحتلاء والاحترام المتبادل كما أضف معاليه بأن الشراكة السياسية والاقتصادية القائمة بين المملكتين الصديقتين تشهد الزهارا ملحوظا والعمل جار لدعم التعاون وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة بغرض مضاعفة التبادل التجاري القائم بينهما لإصلال طموحات الحكومتين ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين من جانبه أشار مدير عام شؤونه دول المغرب والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإسبانية في كلمته إلى عمق العلاقات القائمة بين المملكة وإسبانيا وتطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقة التاريخية ودعمها بكافة الطرق المتاحة مشيدا بمواقف مملكة البحرين السياسية في مختلف القضايا المحورية